ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد دوه آدم لسل مرمج أخر هذه الآية تبين كيف أن الله صبح عنه مطلع على الإنسان لا تفعله خافية فلقد وكل الله بل كين من ملائكته الكرام أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب سيئات لا يفارقان الإنسان إلا يوم القيامة حيث يكون كل إنسان جاهدا على نفسه يقول سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عمقه ونخرج له يوم القيامة الكتابة يلقاه منشورا يقرأ كتابك كفاء بنفسك اليوم عليك حصيبا ليعرف المؤمن أن كل كلمة وكل عمل محاصب عليه حسابا دقيقا فيجب عليه أن يراقب نفسه لأنه أي المسلم كما وصف النبي قال إنسك عليك لسانك وبك على خطئته هو صلى الله عليه وسلم يحضر من أن ينساق الإنسان لسانه مرئي ورعى هواه وانفعالاته سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال له صلى الله عليه وسلم لقد سألت أن عظيم وإذن هو يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تسرك به شيئا وتقيم الصلاة وتتزكاة وتصوم رمضان وتحيش البيت ثم قال ألا أدنك على أباد الخير فقال بل قال أصوم جنة وصدقة تطفئ الخطئة كما يطفئ الماء النار وصلاة المرء في جوف الليل الشعار للصالحين ثم تلاقوا له وتعالى تتفايا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم قوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بالأس الأرض وعموده وذروة سمامه قلت بل قال الجهاد ثم قال ألا أخبرك بما لك ذلك كله قلت بل قال يا رسول الله بل يا رسول الله هذا قف عليك هذا وأثار إلى لسانه فقال معاه يا نبي الله وإن لبوافظنا بما نتكلم به هذا سكلت أموك يا معاه وهل يكب الناس في النار على مراقلهم إلا حسائد أسنتهم أسلمني أرخب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أوصني يا رسول الله فقال له تملك يدك قال فماذا أملك إذا لم أملك يدي قال تملك لسانك قال فماذا أملك إذا لم أملك لساني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ترسط يدك إلى الخير ولا تقل باللسانك إلا معروفة كما أرسل النبي أبا ذرد قال إذا عليك بطول الصمت فإنه مطرد للسيطان وعون لك على عمر دينك فقال زدني قال وإياك وكثبت بحرك فإنه يمينت القلب ويحب من نور الوجه فقال زدني يا رسول الله قال قل الحق وإن كان مرا قال زدني قال لا تخف الله لو متلائم ثم قال زدني يا رسول الله قال لا يحجزك عن الناس ما تعلم عن نفسك وفي وسية الأخرى لأبي ذرد قال ألا أدلك على خطلتي هما خففتاني على الظهر وأسقل في الميزان من غيرهما قال بلي قال عليك بحسن القرق بطول الصمت فوالذي نفسه بيده مع عاملة الخلائق بمثلها واللسان تطالبه أعضاء الجسم بأن يجنبها المعاسي والذنوب لأنه سبيل إلى قضب الله فلقد رؤي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن العداء كلها تذكر الإسان فتقوم اتق الله فينا فإنما نحن بك إذا استقمت استقمنا وإلا فلا ومن هذا طالب الإسلام المسلم بمحاسبة نفسه عن كل كلمة يفوغ بها هذا لنأم جدا فيسب عليه أن يقول الخير ويتلاق اللسان بذكر الله تعالى يقول سيدنا المصطفى صلوات الله عليه وسلم لا تكتروا الكلام بخير ذكر الله فتحسوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلموا ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلن ومعافن فارحموا أهل البلاء وحمدوا الله على العافية وحين يطالب الإسلام المسلم بالصمت يطالبه بنفس في نفس الوقت بكلمة الحق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الجهد كلمة حقه إن سلطان جائد كما طالب الإسلام بالشغل اللسان بذكر الله سبحانه يقول أصوات جلالي يا أيها الذين عامنوا أذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى فاذكرني أذكركم واشكرني ولا تكفرون والذاكرون الله في فضيل ومستمر لأنهم مع الضائب لسانهم وقلوبهم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل لقوله مرت ليلة أسري برسل مغيب في نور العرش وقلت أهذا ملك أهذا نبي قلت من هو قال هذا الرجل كان في الدنيا لسانه رقبا من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر الله بقوله ألا أنبعكم بخير أمالكم وأذكرها إلى ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا آناقهم ويضربون آناقكم أناقكم قال وبعده قال ذكر الله وذكر الله ليس بالإسان فحسب بل إنه تدبر لقدر الله في كل أمر من الأمور فينظر المؤمن بعيد البصيرة إلى ما أبدأ الله سبحانه في هذا الوجود إن في حلق السماوات والأرض واخلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقوازا وعلى جنوبهم ويتفكرون في حلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا صفحانك فذكر الله هو الاتسال المباشر بين العبد وخالقي روية عن معاذ من جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثر لله تبارك وتعالى ذكرا قال فأي الصالحين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا الصلاة والسلام على مولانا رسول الله أن تعالى ذكال الله سأله تبارك وتعالى ذكرا فالسلام على رسول الله وداعني ذكرا وقت سلقه و تعالى ذكاء في حالين الله يتم لك فلأني هذكر أتيتك صوت الله وعلىالها أطلاح لذvere وقال، ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر